السلام عليكم ثلاثة عدسة هذو ما وطاكسوني فيهم الجماريك الجزائر قريب ثلاث ملايين انا شكيت كيشافوهم داخل فاليزا هذه العدسة مع سيني لنز الصغار مع مايكي مع ابي اسي هم يجو ستة كان جو ستا بلك وطاكساني كتر قال لي هدوت على المحترفين البروفيسيوني المزيئ كان عندي ريجيس كوميرس وكلش المهم خودوا احضركم في رأيي جيب عدسة واحدة الماكسيموم زوج لماذا ترى هذه العدسة مع السيروي سنايبر جوني زوج ما جازو نورمال ما طاكسوني موالو ما فهمتش ما يبانوش بزاف بالك بروفيسيونال المهم الموضوع تعنات على اليوم لماذا ترى هذه الفيديو التي حضرت علىه واحدة العدسة مع كوكسيني لانزز واحدة الفاليزة كبيرة قيمتهم وقال 800 مليون قلت لكم على الكاركتيريستيكتهم وشغاليين وكلش وماذا لم تجربتهم اليوم سنتجربهم من ماركة اخرى هدومة الارخاص لكن فيهم نفس المميزات والشيء اللولى اللي حبيت نحكي عليها هي التي ستوب من الاخر تي هاداك حبي يقول الليت ترونسميشن اللي تدخل للعدسة وتجوز للسنسور سعباش نرجحها سمبل هم بالإكسبلانيشن اكتفيلمي فكاش لقطة بثلاثة كاميرات لو كان زعما تستعملهم كامل على ضربة في نفس اللقطة هاد ثلاثة عدسات راهم رايحين يعطولك The same exposure ما تلقاش زعما عدسة شوية أو طلعها في الضعلة الأخرى هكذا تربح لك الوقت كي تكون تدخل في البوست بروداكشن بصح لو كانت تحكم عدسة عادية تحت تصوير الفوتوغرافي فيها فتحت عدسة F2 وتجيب وعد أخرى كيف كيف تحت تصوير الفوتوغرافي F2 كذلك تلقاهم زعما يختلفوا في الإكسبوجر على خطر الليت كي تجوز على العدسة تدخل بعدها بشتروح السنسور كأنه ينتنقص كي تكون رايحة السنسور عجل بزفع فايز لداخل ميكانيزم الرفلكشن إلى آخر بصح هادو ما سيني لنزز حتى لو كان يكونوا هكذا خاص تلقاهم بريسايز شغل مخضومين بيدقة لداخل لا كاش تمس خير وحاجة بينها كي يمزاف ميزات عدو أخرين كيما الـ فوكيس بريدنج يعني كي تدير الانتقال تعال التركيز من الموضوع الأول للتاني العدسة ما تزومي لك شوية هكذا كفاهم كيفاش هاد العفسة تصرفي بزاف عدسة تصوير فوتوغرافي مثلا تلقاهم يتشابه هاد العدسة تعسيني لنزز في الكونتراس والألوان يا أخوتي كي نقولكم متعة متعة تخدم بالتركيز اليدوي كي تستعمل هاد العدسة من أرواع ما يكون أنا هو أفشل بنادم اللي حيستعمل هاد العدسة لأنه صراحة هادو لازم تدير بيهم كاش بروجكت كاش بايش أنا يا دوكيمنتاري ولا كيفيه ستوري خاصة كي عندك ثلاثة عدسة نقدر نقوله يكوفريو لك بزاف سيتيواشن مثلا عشرة ميليماتس تعملها باش تدير استابليشينك شوت يعني باش تقول الأودينس والمكان اللي رانا فيه خمسة وثلاثة ميليماتر جاي شغول ما بين وبين ما راهي كلاوس بزاف ما راهي وايد المشاهد كي كون يشوف شغول يعرف هادك الشخص اللي راكت فيلميه وين راهو وفي نفس الوقت أراهو كراكم نزومي شوية لهادك الشخص والناس تعرفوا ماذا يريد وعندك الـ 65 ميليماتر لقاطات يشغل مقربين بزاف كلاوس اوب كي تشوف هذه اللقطات لا تستطيع تعرف وين راهو السيد اللي راكت فيلميه ولا الحاجة الصغيرة اللي راكت صورها ودوكم نوريكم شوية لقاطات مزيئة او لا أغير نقول لكم حاجة اعطا الصحة غيلة قلت له جيت في وقتك اعاوني هكذا باش نقدر نوريلكم كيفاش دائرين هذه العدازة أنا هنا قلت لكم تحقق تلك الأشياءات تكون شغول كبيرة بزاف هكذا حتى ينقص الـ contrast لكي تشعر لك كان يقول لك لا لا لازم أشياء تكون شغول مكنترولية بزاف ما نسحق لنا بزاف على حساب كل واحد وشي حبيه دائر على بيها دائما تجرب بزاف هذه العدازة تقراج عليهم شغول كيفاش يعطو لك اللوك تاحهم وفي العمومة انا وشيطر لقيت بليل 10 ميليمتر وفيها شوية تحقق بزاف 35 ميليمتر عجبني لكن اللي لقيت نستعملوا بالبزاف هو 65 ميليمتر والفيديوات اللي رأيوني ورهم لكم كامل درتهم بالفيجي فيم XH2 ونروح ونشوفو ثلاثة عدسة هدوما كيكونوا في فتحة العدسة هدو تي 2.2 يعني لايبارك كان شاربنس شوية كروماتيكا بيراسيو هنا في العشرة ميليمتر 35 ميليمتر هاوليك كيف كيف شاربنس وعندوه شاربنس بسعكي تروحو الخمسة وستين ميليمتر تحسب اللي فيه زيادة كونتراست شو كيف شو مكتوب بانتاكس بسعها شارب بزاف الله يبارك وقبل ما نكملن عندي واحدة سؤال نوجهو المصورين المتبرحشين في الميكرز اللي يخدم فيديوهات ويتبعاني في القانات لو كان زعما يعطولك ثلاثة عدسة كيما هادوما تعسيني لانزز هكذا نجد هاتصة غير صورة صور فتغغرافي بالاوتوفوكس اريتغذوا بيباري وش تخير المترجم للقناة